شابتر فور كيميكال بونز الروابط الكيميائية المحاضرة الثالثة ما زلنا مع لويس استركتشر احنا قلنا ان لويس حط قاعدة قال فيها ان كل زرة لما بتدخل في تفاعل عشان تكون روابط محتاجة توصل الى تركيب اقرب غاز خامل لها يعني محتاجة تكمل الكترونات المدار الاخير خدنا امثلة زي المية وزي النشادر وكانت الروابط عبارة عن روابط احادية هل من الممكن ناخد امثلة على روابط سنائية تعال نشوف جزيء النيتروجين النيتروجين جاز N2 النيتروجين هيرتبط مع بعض ازاي ازاي جزيء النيتروجين ده هيوصل للأكتت استيت او الحالة السومنية ازاي يكمل المدار الاخير بتاعه بنقول تعالى نوزع كده زرة النيتروجين 1S2-2S2-2B3 المدار الاول ممتلئ خلاص ما لناش دعوة به المدار التاني فيه خمس الكترونات زرة النيتروجين التانية برضو المدار الاخير فيه خمس الكترونات عندنا زرتين كل زرة فيها خمس الكترونات عايزة توصل للتركيب السوماني يوصلوا ازاي هما الاثنين للتركيب السوماني انا جايب لك عدة اشكال وتعال نشوف انهي شكل فيهم هيوصل او هيوصلنا للتركيب السوماني اول شكل فيهم ان تتكون ربطة احادية بين الزرتين بين زرة النيتروجين وزرة النيتروجين التانية يبقى كده هل وصلوا لقاعدة السومانيات تعالى نعد زرة النيتروجين اولى عندي 1-2-3-4-5-6 ست الكترونات في المدار الاخير زرة النيتروجين التانية 1-2-3-4-5-6 ست الكترونات هل هي كده وصلت الى الرقم 8 للأكتت ست ات لا يبقى الشكل واحد ما انفعش الشكل رقم اتنين نعمل ربطتين بين النيتروجين طب تعالى نعد كده عدد الالكترونات 1-2-3-4-5-6-7 بقى سبع الالكترونات الزرة التانية 1-2-3-4-5-6-7 سبع الالكترونات هل هي كده وصلت للحالة السومانية لا ما وصلتش ومال اي التركيب اللي وصلني للحالة السومانية تعالى نجرب ونعمل 3 روابط بين زرتين النيتروجين نعد الالكترونات كده 1-2-3-4-5-6-7-8 يبقى الزرة دي 8 الالكترونات وهنا 1-2-3-4-5-6-7-8 الزرة دي كمان 8 الالكترونات يبقى الزرتين وصلوا للتركيب السوماني يبقى الشكل ده معايا هو اللي صح يبقى بنقول في التوزيع الالكتروني للكابريت 1-S2-2-S2-2-B6 خلاص المدار الاول اتقفل والمدار التاني اتقفل المدار الاخير فيه 6 الالكترونات المدار الاخير يحتوي على 6 الالكترونات بالنسبة للأكسوجين 1-S2-2-S2-2-B4 المدار الاول مقفول والمدار اللي بعديه برضو فيه 6 الالكترونات ازاي نعمل شكل من زرة كابريت وزرتين اكسوجين يحتوي كل منهم على 8 الالكترونات لو عملنا ربطة احادية بين زرة الكابريت وزرتين الاكسوجين ونيجي نعد الالكترونات هنلاقي ان زرة الاكسوجين دي 8 وزرة الاكسوجين دي 8 ولكن الكابريت في الحالة دي هيبقى 6 1-2 وكل ربطة ب2 تبقى 6 يبقى الشكل ده شكل غير ثابت وما لنعمل ايه عشان نخليه هو كمان 8 ان نكون ربطة كمان مع احد زرات الاكسوجين طب لما نيجي نعد بقى كده زرة الاكسوجين دي 1-2-3-4-5-6 وبوند ب2 يبقى 8 زرة الاكسوجين دي 1-2-3-4 وي 2 بوند كل واحدة ب2 تبقى 8 زرة الكابريت 1-2-3-4-5-6 وي لنبير يبقى 8 يبقى الشكل اللي عندي ان زرة الكابريت بترتبط مع زرة الاكسوجين بربطة احادية وترتبط مع زرة الاكسوجين التانية بربطة سنائية وبكده يبقى الصالفر والاكسوجين وصلوا للاكتت استيت ترجمة نانسي قنقر